واحد لاقاني في المدينة هناك قال ليه شلت الشباب مننا لليه والله العظيم جاء قال شلت الشباب نحن شلنا شباب نحن عندنا فريق كورة نحن بيقول الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال والسلف الصالح قاله وبنركب نتخارج بيتنا والله ما عندنا قضية معي زول ولا دايرين زول يخش في جماعة بتاعتنا لأنه ما عندنا جماعة ولا عندنا رئيس ولا عندنا سكرتير عام ولا رئيس الحزب ولا رئيس المؤتمر نحن يا أخي أفراد التقينا على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح بس دا الموضوع قلوا إخوان بس التقينا على فهم السلف الصالح للكتاب والسنة دي خلاصة هذه الدعوة المحيرة جميع الدنيا الليلة كلهم قل لك لا الله انتوا بيدعمكم منه الجواب بيدعمنا الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عندي إن الله يرزق من يشاوه بغير عساب واحد دع جريدة جعمل معي لغاو الثلاث فضل السؤال المحير قال لي جعلوا في النهاية زيقون المغربية جعلوا في النهاية قال لي بس انت القروش دي قعد تجيبها من وين قال لي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال لي ده جواب سياسي قال لي ده قرآن قال لي سؤال البعدي اها الدعم بجيكم من وين نفس الموضوع قال لي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال لي والله يا زيدة. قال لي يا اخي ما في جواب احسن. قلت الاحسن جواب القرآن. قال لي خلال سلام عليكم. قلت اتفضل. طيرة مش. عرفتها? فالنازل عندهم لانه هم بيحبوا الدنيا. بيحبوا الدنيا. انت اللي قال لك نحن عندنا قروش منو انت مجنون? منو قال لك ذات. يا اخي افترض عندنا قروش. افترض هسه الله فتح علينا. وقدانا قروش في حرامنا يا جماعة. انت الحارقك شنو? ده 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 سؤال. منطقي احنا دارنا نفهمه. والله احنا ما عندنا نقولوش. لكن هسا لو اللي قدانا. الحرام وين? انت مجنون ولا شنو? زوال الله قدانا ولا? الكريم يدي والحسود شنو? سألانا نازل حسودين وحقودين جدا جدا. وده مما يدلل انه موضوع من كل الدنيا. فالجوبة بتاعة اسماعيل ذاك لما وقعت. والحمد الله وقعت قالوا بعوامل طبيعية. قاموا دائرين للصيقوة. فينا بعد شوية شغلت كشبت قالوا لا لا. بعوامل طبيعية. طيب وقعت ليه? البرعي ما قال جزا حصلت اكبر مصيبة بالسودان ما تمشو لالله. نادو اسماعيل ذا. البرعي. صبح مية وتسعتاشر. السطر الاول. من كتاب البرعي. ديوار رياضة الجنة ونرد جنة. قال انا بخطب في البلاد نزيله. قل يا ولي الله اسماعيل. قد بل وصال الكرد فاري الذي قد خصه من ربه التبجيل. اسماعيل ذا ذات حصل له خطب. وقع فيه راسه تكسر. القبة بتاعة. صفية لما انشافوا اشيء هنا. وكلام البرعي ده فضحهم. هصو الشرك ما عنده حبل ذاته. ما عنده حبل ذات وشان يكون حبله قصير. لقوا اشيء هنا قالوا كده نفكر. فكروا ثم قدروا. فقتلوا كيف قدروا. بعد شو يقام قالوا? قالوا لا لا اسماعيل ابن عبدالله ذاته. قداش اللوت قال. فارتقى القبة قال. هناك تعد سرواله ما فيه. قال لا قداش اللوت. فارتقى قال طوبة طوبة. وطلع بيت تحت الواطة سنبك. قال مشى المدينة. قال لانه لقى فساد كبير في هزي البلاد. طيب لو ذال عنده القدرة دي. ولقى الفساد يشرد ليه? ما يصلح الفساد. زلصوا انبقه اله. اله. زي ما قال البرعي. لانه قال نادو من دون الله. خلاص? انبقه اله. وشاف الفساد شارد ليه? في اله بيشرد? في اله بيشرد يا جماعة. ولا كسر القبة عشان يجيب الفضيحة بقلاقل للصوفية ديلة الليلة. وكل العالم يعرفوا ان الصوفية كيس فاضي. والشركيات اللي بيقولوا دي قل لك نادو نادو والبدر. ويا شيخ العلفو اشيخ العلفون الاسرع من التلفون. وان كنت في هم فقل يا مرغني ان جيك من كل شدتي الى آخر. عشان ما الصوفية يتكشفوا. ما كان يرميها كان يعملها كان يجي نحن نفكر له. كان يخليها ويقل باتي اطلع. اصلا ودريه رب. عرفته? فده كله باطل. ومنهج عاطل. منهج التصوف. كله. ما يغشك محمد الامين اسماعيل او عبدالحي يوسف. يقول لك لا التصوف الحق بريء من هذه الامور. التصوف كله باطل. عرفته? وعبدالحي يوسف والامين اسماعيل. وكلهم باطل. ومنهجهم عاطل. عرفت كلهم? كلهم. منهجهم باطل. منهجهم جد باطل. لا دم تعرف المعلومة دي. ودي الاهل بدع. واهل فتن. واهل اه اجرام. هتعرفوا الليلة بالوسائق في المحاطرة دي بعد شوية ان شاء الله تعالى.